النهاردة ان شاء الله وبناء على طلب الجميع ان احنا نراجع شاشة والشاشة الموجودة معنا النهاردة هي شاشة الايو 8000 كريستال مقاس 60 بوصة الشاشة المنتشرة واللي عليها كلام كتير واللي موجودة في العروض واللي الكل حابب يشتريها ولكن مستني حد يأكد له اذا كانت الشاشة دي كويسة ولا لا النهاردة ان شاء الله هنعمل مراجعة للشاشة وهقولك كمان عيوبها وهقولك كمان اذا كانت العيوب دي عيوب بسيطة ولا عيوب قتلة وملهاش حل فاتمنى ان انت تكمل معي الفيديو للاخر عشان تعرف كل حاجة عن الشاشة الموجودة معنا النهاردة وزي ما انا بقى بقدرك يا صاحبي ياريت بقى ما تنساش اللايك والشير للفيديو ولو بتشوفني الاول مرة فانا احمد مراجعة جهزة الالكترونية يشرفني انك تشترك عندي في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من عندي ومن غير كلام كتير بقى يا صاحبي يلا بينا بقى نبدأ الفيديو مع بعض ازايك يا شباب عاملين ايه يا رب الكل يكون بخير النهاردة زي ما انا قلت لك في المقدمة ان احنا هنعمل مراجعة لشاشة سامسونج الكريستال الايو 8000 والشاشة دي طبعا منتشرة وموجودة في عروض رأس السنة وبالاخص في عروض كارفور ده غير ان العروض دي مستمرة معنا الى اتنين وعشرين فبراير عشرين اتنين وعشرين يعني اكيد في ناس فكرت انها هتجيب الشاشة وعايزة تطمن الشاشة كويسة ولا لا فمعايا في الفيديو ده النهاردة هعمل لك لها مراجعة وهقول لك مميزاتها وهقول لك عيوبها وان شاء الله قبل ما تشتريها هتعرف عنها كل حاجة ولو هنبدأ مع بعض باول حاجة التصميم الخارجي لشاشة سامسونج الايو 8000 كريستال فلو بصيت للشاشة من الامام فالشاشة جاية بدون حواف من الثلاث جهات في معادل جهة من اسفل واللي موجود فيها شعار شركة سامسونج ولو بصيت للشاشة من الجنب فهتلاقي ان الشاشة نحيفة وجاية بتكنولوجيا الير سلم اللي طبقتها سامسونج سواء في الفئات الاقتصادية او في الفئات المتوسطة او في الفئات العليا ولو هتبص على الشاشة من الضهر هتلاقي ان الضهر مسطح بالكامل وجاي فيه فتحات من الاسفل بعرض او بطول الشاشة بحيث ان انت تعمل فيها تنظيم للكابلات اللي انت هتوصلها بالشاشة وطبعا الشاشة بتاعتنا بتقبل التعليق من على الحائط وما فيهاش اي مشكلة في موضوع التعليق ولو بصينا على تصميم الستاند اللي جاي بيه الشاشة الشاشة جاية باثنين استاند شكلهم جميل وعصري وفي نفس الوقت اللي اتنين استاند دول تقدر تتحكم في ارتفاع الشاشة وهي ركبة عليهم وبالاخص لو انت حبيت تشتري ساوند بار فانت هتضطر ان انت ترفع الشاشة شوية على الستاند بحيث ان الساوند بار يبقى موجود اسفل الشاشة ده كده بقى يا صاحبي باختصار كان التصميم الخارجي لشاشة سامسونج الايو 8000 لو هنتكلم بقى على مداخل ومخارج شاشة سامسونج الايو 8000 فهنلاقي الشاشة جاية بتلاتة HDMI من النوع 2.0 الداعمين لخاصية الـ CEC او بالاخص خاصية الـ NNET بلاص ولو حابب تعرف اكتر عن خاصية الـ CEC او الـ NNET بلاص فانا هسيبلك الفيديو تحت في الوصف بحيث انك تعرف اكتر عن موضوع خاصية الـ CEC في الشاشات ده غير ان مداخل الـ HDMI دعمة لخاصية الـ ERC او الـ Enhanced Audio Returned Channel والخاصية دي مخصصة للمسارح المنزلية والـ Soundbar لو انت حابب تشتري Soundbar او مسرح منزلي ده غير انها جاية باثنين فتحة USB من النوع Gen2 وجاية طبعا بواحد فتحة Optical او مخرج للصوت الضوئي او البصري وطبعا جاية بواحد فتحة Ethernet لو انت هتوصل كابل الانترنت من الراوتر بالشاشة بحيث انك تتعامل مع نظام الـ Smart الموجود في الشاشة وطبعا جاية بواحد تيونر التيونر الموجود فيها بيشتغل ريسيفر وبيشتغل للبس الرقمي الاردي ده غير بقى ان الشاشة بتاعتنا داعمة للبلوتوس 5.2 المتطور والحديث وداعمة للواي فاي سنائي الموجا بمعنى اصح ان الشاشة بتاعتنا تقدر تستقبل الموجا الـ 2.4 جيجا هرتز او الموجا 5 جيجا هرتز من الراوتر بتاعك لو الراوتر بتاعك بيدعم خاصية الـ Dual Band او سنائية الموجا ده غير برضو ان الشاشة بتاعتنا داعمة لخاصية الـ DLNA يعني تقدر تربطها على سيرفر منزلي عندك من خلال الشبكة ومن خلال السيرفر ده فانت تقدر تتفرج على افلامك ومسلسلاتك عبر الشبكة المنزلية ده غير برضو ان الشاشة بتاعتنا داعمة للواي فاي دايريكت او الواي فاي مباشر ودا برضو يا صاحبي كان باختصار مداخل ومخارج شاشة سامسونج الـ A8000 كريستال ولو هنتكلم بقى على اهم حاجة واللي الكل بينتظرها المعالج المستخدم في الشاشة والبانل المستخدم في الشاشة وخاصية الـ HDR10 ونظام الإضاءة ولو هنبدأ مع بعض بالبانل المستخدم في الشاشة معروف ان شركة سامسونج عمتا يا صاحبي انها بتستخدم شاشات الـ VA بانل وبتعرف تتعامل ببانيلات الـ VA كويس جدا في الشاشات بتاعتها والمعروف عن بانيلات الـ VA المستخدمة ان الطيف اللوني بتاعها مش واسع قوي زي الطيف اللوني لشاشات الـ IPS ولكن بانلات الـ VA بتتفوق في التباين بالذات وبالتالي بيظهر معاك الموضوع ده سواء في عمق اللون الاسود وعمق اللون الابيض وتوزيع الرمادي ده غير ان البانل بتاعتنا او الشاشة بتاعتنا جاية بمؤشر جودة صورة او بكيتشار كواليتي اندكس حوالي 2100 يعني الشاشة بتاعتنا الوان هتبقى ممتازة وعمق اللون الاسود فيها ممتاز وعمق اللون الابيض فيها ممتاز وتوزيع الرمادي مفيش احسن من كده ولكن زوايا الرؤية مش بتبقى واسعة زي زوايا الرؤية بشاشات او بانيلات الـ IPS بيحصل شوية معاك color shifting او بهتان شوية في الالوان او gama shifting او انحراف للجامة بتحس ان الصورة ان الbright بتاعها او الbrightness او السطوع بتاعها فتح شوية او الالوان فتحت شوية ولكن سامسونج من سنة 2018 الى يومنا هذا الموضوع ده انت بتحسه لما تركز قوي وانت بتتفرج على الشاشة من الجامل لكن لو ما دستش قوي في التركيز فانت هتشوف الشاشة طبيعية جدا ومفيش فيها اي مشكلة سواء اتفرجت عليها من امامها او اتفرجت عليها بزاوية مش هتحس باي مشكلة ولكن فعلا بانيلات الـ VA في زوايا الرؤية هي اقل قليلا من بانيلات الـ IPS ولو هنتكلم عن المعالج المستخدم في البانيل بتاعتنا فالمعالج المستخدم من شركة سامسونج اسمه سامسونج كريستال بروسيسور 4K والمعالج ده بيعمل وظفتين جوال شاشة بتاعتنا بيعمل أب سكيلينج او تكبير الاشارة الصغيرة بيقدر يكبرها لك ويقربها لك لدقة الالترا اتش دي وفي نفس الوقت طبعا المعالج بتاعنا بيستخدم تكنولوجيا جديدة عملتها شركة سامسونج وهي تكنولوجيا تخطيط الالوان المتقدمة والتكنولوجيا دي لما انت بتتفرج على الوان الشاشة بتحس ان الالوان طبيعية وحيوية وكأنك بتتفرج عليها في الواقع ولو هنتكلم برضو على نظام الإضاءة المستخدم في البانيل بتاعتنا فنظام الإضاءة الموجود هنا هو نظام الـ Edge LED او إضاءة الحواف والمعروف ان إضاءة الحواف هو مش افضل نظام إضاءة زي الـ Fully Array Direct LED ولكن في البانيل هنا هو نظام كافي ما بيحصلش منه مشاكل وان يكن في بعض الاحيان نظام الـ Edge LED بيحصل فيه شوية تسريب إضاءة ولكن انا قلت قبل كده موضوع تسريب الإضاءة ده بيبقى نسبي بين شاشة والتانية يعني بمعنى أصح إن الشاشتين بيبقوا خط إنتاج واحد وموديل واحد ولكن تلاقي شاشة منهم فيها تسريب إضاءة جديد شوية والشاشة التانية هتلاقي تسريب الإضاءة فيها أقل شوية ولو هنتكلم برضو على دعم شاشة سامسونج الـ A8000 كريستال لخاصية الـ HDR10 الشاشة بتاعتنا دعمة لخاصية الـ HDR10 ودعمة برضو للـ HDR10 بلصف ولو يا صاحبي بقى هنتكلم على حاجة جديدة وهي نظام الألعاب والحركة في شاشة سامسونج الـ A8000 كريستال الشاشة بتاعتنا بتتميز بأكتر من حاجة أول حاجة معنا أو سرعة استجابة الشاشة لتغيير لون البيكسل الشاشة سريعة جدا ولما بتتفرج على مشاهد سريعة ما بيحصلش فيها أي بلور أو أي جسد خيالات بتحصل معاك لا بالعكس هي الشاشة ما فيهاش أي مشكلة بتتميز بحاجة تانية أو زمن تأخير قليل وبيبان معاك لو أنت بيلعب ألعاب على الشاشة سواء بكونسول زي البلاي ستيشن أو الإكس بوكس فعلا الـ Input Lag بتاعها أو زمن التأخير قليل جدا ومفهوش أي مشكلة الشاشة برضو داعمة لخاصية Auto Low لتنسيمود أو خاصية الجيم مود يعني فيها وضعية الألعاب تقدر تقلب عليك جيم مود وتلعب عادي بLow Input Lag وFast Response Time ومفيش أي مشكلة ولكن الشاشة بتاعتنا مع الأسف غير داعمة لخاصية VRR أو معدل تغير الإطارات وبالتالي نصيحتي لك لو أنت عندك PC أو من المستخدمي LPC وبالأخص في ألعاب LPC فأنت يفضل أن تجيب بانيل داعمة لمعدل تغير الإطارات والمتمثل في خاصية FreeSync أو G-Sync ولو هنتكلم برضو على المشاهد السريعة أو أفلام الأكشن اللي أنت ممكن تتفرج عليها في شاشة سامسونج A8000 الشاشة هتكون رهيبة معاك في الموضوع دا لأن الشاشة جاية بخاصية Motion Accelerator واللي بتظهر معاك في خاصية Auto Motion Plus السوفتوير والريموت كنترول الموجودين في شاشة سامسونج A8000 كريستال الشاشة طبعا جاية بالسوفتوير الأخير لشركة سامسونج وهو Tizen 2021 الممتاز واللي كله إمكانيات والدعم لتطبيقات كتير زي تطبيق النيتفليكس واليوتيوب واللي بتقدر تتفرج على كل فيديوهاتك لحد دقة 4K ومفيش أي مشكلة ولو هنتكلم عن ريموت كنترول فالمفروض أن الشاشة بتاعتنا جاية بالريموت كنترول مختصر وجميل ونحيف وصغير اللي الكل يعرفه عن شركة سامسونج واللي مدمج فيه بطارية داخلية بتقدر تشحنها بطريقتين الطريقة الأولى فتحة الـ USB الموجودة في الريموت وفي نفس الوقت برضو الريموت مدمج في ظهره خلية ضوئية فانت لو سبت الريموت شوية كده في الضوء الخلية الضوئية برضو هتشحن لك البطارية ومفيش مشكلة ولكن للأسف مقاس 60 بوصة من شاشة سامسونج الايو 8000 اتفاجئت ان الريموت اللي جاي معاها مش الريموت النحيف المختصر جاي معاها الريموت العادي لكن انت لو حابب تشتري الريموت المختصر الجميل النحيف اللي كله زرائر مختصرة وبتعمل وظائف كتيرة فانت تقدر تشتريه واعتقد انه هيعدل 700 800 جنيه يعني انت لو نوع عليه فانت تكون مجهز في جيبك حوالي 700 800 جنيه عشان تقدر تشتريه من سامسونج وبخصوص برضو الاوامر الصوتية اللي بتتم من الريموت فبرضو تطبيق بيكسبي على موبايلات سامسونج او تليفونات سامسونج بتقدر تستخدمه وبتقدر تتحكم في الشاشة براحتك ده غير ان الشاشة داعمة للأوامر الصوتية من امازون اليكسا وجوجل اسيستان ولو هنتكلم بقى على الصوت في الشاشة الموجودة معنا النهارنا فالشاشة جاية بقناتين للصوت قوة القناة الواحدة 10 واط يعني قوة الصوت في الشاشة بتاعتنا حوالي 20 واط بالكامل دا غير ان الشاشة بتاعتنا داعمة لخاصية الدولبي ديجيتال بلص وداعمة لأجمه خاصية عملتها سامسونج في 2021 هي خاصية الكيو سيمفوني يعني خواص صوت ممتازة جدا ومفيش فيها اي مشكلة طيب يا عم احمد انت كلمتنا في المميزات الخاصة بالشاشة طيب ايه العيوب بتاعتها مع الاسف الشاشة دي ظهر فيها بعض العيوب ولكن مش بتظهر مع كل الناس وهل العيوب دي قاتلة او مش قاتلة ممكن تبقى عيوب قاتلة وتحتاج ان انت تغير فيها البانيل وممكن تبقى عيوب بسيطة ويتم حلها من خلال سوفت وير العيب الاولاني ان انت ممكن تجيب الرموت بتاعك وتحاول تديها امر من الاوامر تلاقي الشاشة مش بتستقبل معاك الامر دا او ان انت تحاول تقفلها من الرموت وتلاقي الشاشة متقفلش معاك او ان انت تقفلها وتقفل معاك وما ترضاش تفتح تاني فالموضوع دا ليه سببين سبب سهل وسبب صعب يعني سبب ممكن حله وسبب تاني لا الموضوع دا هيبقى قاتل بالنسبة للشاشة اول سبب بتبقى مشاكل في السوفت وير ومدام مشاكل في السوفت وير مع الوقت سامسونج هتقدر تتدارك الموضوع دا وهتطلق سوفت وير للبانيل هيحل كل مشاكلها من خلال الاتصال بالريموت دا كده كان اول سبب وده الحل بتاعه السبب التاني حصل في بانيل من بانيلات سامسونج قبل كده لسنة 2020 وكانت هي السامسونج ال تي يو 7000 ان الشاشة بتجيب كارت بتحتاج تغير الكارت الداخلي للشاشة بسبب الموضوع دا ان الشاشة تحفل معاك ما ترضاش تفتح تاني بتلاقي لمبة الستاند باي منورة احمر تيجي تدي البانيل اون او تفتحها ما ترضاش تشتغل معاك نهائي والموضوع دا كان الحل بتاعه ان سامسونج بتيجي تغير لك الكارت الالكتروني الرئيسي للبانيل يبقى مش من الصح ان انا جيب شاشة جديدة ولاقي فيها عيب زي دا وبالتالي كان ايه حل بقى الموضوع دا يا صاحب انت وهو وانت بتشتري الشاشة بتاعتك كارت تجربها كويس يعني تشغلها وتتفرج عليها وتتطمن الاتصال الريموت مع الشاشة بمعنى اصح تجيب الريموت وتأثر على الشاشة اكتر من مرة وتفتحها وتقفلها يعني تعمل اكتر من تجربة روتينية بسيطة كده بحيث ان الشاشة لو ما فيهاش المشاكل دي خلاص كده هي ما فيهاش ولكن لو عملتها مرة اثناء التجربة وانت لسه بتشتريها يبقى الشاشة دي فيها مشكلة ما تشتريهاش يبقى دا كده بالنسبة للعيوب الموجودة في الشاشة وايه اللي ممكن يتحل وايه اللي ممكن ما يتحلش الشاشة جاية في العروض بسعر 8700 جنيه مصري وبتتباع في كارفور وطبعا السعر دا زي ما هي ب8700 جنيه مصري فهي بحوالي 555 دولار امريكي وبكده نكون خلصنا وان شاء الله شوفكم في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة